اشتركوا في القناة واستعدادا من انطلاقها في الاسواق قررنا اليوم ان نستعرض معاكم خمسة معلومات مثيرة عن السيارة الجديدة بالكامل واحد اسم جديد لاحظنا في السنوات الاخيرة انه لينكلين غيرت طريقة تسمية طرازاتها بشكل جذري فبدلا من اسماء الاحرف صارت الشركة تطلق اسماء حقيقية لها علاقة بالمصطلحات الجوية والبحرية عشان كذا حصلت السيارة الجديدة على اسم كورسير اللي معناها باللغة العربية القرصان اثنين هدوء غير عادي راحة الركاب مهمة جدا في السيارات الفارهة وبالفعل حتكون مقصورة كورسير في غاية الهدوء بفضل الالواحة المزدوجة على التابلو لعزل اصوات واهتزازات المحرك بالاضافة لنظام التحكم بالضجيج النشط اللي حيضمن عزل اي اصوات خارجية عن السائق والركاب ثلاثة فخامة وتجهيزات متكاملة بتيجي مقصورة كورسير 2020 مع تجهيزات قياسية مثل شاحن لاسلكي للجوال وانترنت لاسلكي وشاشة عرض مقاس ثمانية بوصات بنظام سينك ثري الترفيهي وكمان في مزايا اختيارية بتشمل نظام صوتي طراز ريفل من 14 سماعة ومقاعد قابلة للتعديل ب24 حركة مع مزايا التدفئة والتبريد والتدليد اربعة نغمات تحذيرية فريدة استعانت لينكون بفرقة اوركسترا ديترويت الشهيرة لعزف نغمات تحذيرية متنوعة هذه النغمات رح تذكر السائق بربط حزام الامان واغلق صندوق الامتعة بطريقة انيقة وكمان حتنبه السائق بمعلومات معينة عن الانظمة والمزايا في السيارة خمسة وداعا للمفتاح التقليدي من التقنيات المميزة في لينكون كورسير 2020 هي امكانية استخدام الهاتف الذكي كمفتاح للسيارة الامر اللي حيتم من خلال تطبيق لينكون وي على اربع اجهزة كحد اقصى هذه التقنية بتسمح لمستخدم التطبيق بفتح او اغلاق اقفال الابواب وتشغيل المحرك وفتح باب صندوق الامتعة والتحكم بنظام التكييف والنظام الصوتي وتعديل المقاعد بالاضافة للكثير من الامور اللي ممكن تخصيصها في هذا التطبيق الجدير بالذكر انه لينكون كورسير 2020 حتتوفر بخيارين من محركات التيربو اربع سلندر المحرك الاساسي بسعة لترين بيولد قوة 250 حصان وعزم دوران 375 نيوتم متر والمحرك الثاني سعة 2.3 لتر بيعطي قوة 280 حصان مع 420 نيوتم متر من عزم الدوران وبارتبط المحركين مع غير اوتوماتيك ثمانية سرعات ونظام دفع امامي بصورة قياسية مع امكانية الحصول على نظام الدفع على جميع العجلات بصورة اختيارية حتوصل السيارة للأسواق في الخريفة القادم والى الان ما اعلنت العلامة الامريكية عن الاسعار شاركونا بارايكم عن لينكون كورسير في خانة التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك وشتركوا في قناة سعودي اوتو ليصلكم كل جديد في عالم السيارات اشتركوا في القناة